اكتشفت بعثة تنقيب مشتركة أمريكية وعراقية في مدينة الموصل شمال العراق ثماني جداريات عمرها 2700 سنة تمثل مشاهد معارك من زمن الملوك الأشوريين وحصل هذا الاكتشاف في موقع بوابة المسقى الأثري أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية وحيث تقع اليوم مدينة الموصل يعني حقيقة تكمن الأهمية في أنها القطع الوحيدة الموجودة حاليا ذات الأشكال المرسومة أو المنقوشة على هذا الحجر باعتبارها متكاملة نوعا ما وتعرضت هذه البوابة للجرف على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامي 2014 و2017 وتعود الجداريات لعهد الملك الأشوري سنحريب وفق بيان صادر عن هيئة التراث والأثار العراقية وبنى الملك سنحريب مدينة نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية وشيد فيها خصوصا قصرا ذا معالم مميزة 70% من هذه المنحوتات شوهت بطريقة علمية وليست بطريقة عشوائية للاستفادة منها لإظهار الجمالية في بوابة المسقة الجزء المدفون داخل الأرض فقط هو الذي حافظ على هذه النقوش الموجودة حاليا ويجري حاليا ترميم بوابة المسقة بعد الدمار الذي ألحقه بها تنظيم الدولة الإسلامية على يد فريق علماء أثار من جامعة بنسلفانيا الأمريكية ونظرائهم العراقيين بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع اشتركوا في القناة